السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله في هذا الفيديو سنشرح المحاضرة الثالثة يوسف أنه حتى أخبركم أنه من المحاضرة لحد نهاية تقريبا سيكون كمية حفظ نشرح من وضح من عيد ومن زيد لكن انت كشخص لازم تحفظ هذه المعلومات هذه المحاضرة نبدأ عن الفاكتور يعني يعني عوامل بتأثر على انه نسبة حدوث الكنسر او مش النسبة حدوث انه قدش فين دي اصابات جديدة من الكنسر بصير هاي الفاكتور هم ثلاث عوامل بدرجة كبيرة نحكي عنهم اول فاكتور هو الجينيتك بوليمورفزم الفاكتور الثاني هو إثنيك فاكتور الفاكتور الثالث منحكي عنه وهو الجيوغرافيك والإنفارمنتل والأثر فاكتور يعني ملتيفاكتوريز نحكي عنهم اذا نيجي عليهم واحد واحد الجينيتك بوليمورفزم يعني انه التنوح من في الجينات هذا الاشي يعني على مستوى الافراد بين انا وفرد فلاني والآخره هذا الاشي رح يأثر على من ناحية ثلاث شغلات فاول واحدة رح نحكي عنها هي الانديفيدولد يعني انه قابلية هذا الشخص للمرض يعني مثلا انا والله قابلتي من ناحية ان اصاب بالمرض مقارنة في شخص اخر مختلفة الشغل الثاني يعني الانديفيدولد مختلفة فعلى سبيل المثال كمثال مشهور انه والله انا في عندي شخصين او بي او بي او ثلاثين سنة بدخن بي الخمس سنوات بدخن او ما صابش بلانكانسر بي صاب بلانكانسر اذا الفكرة انه اثناناتهم بدخنوا في عندي انفارومنتال فاكتور لكن كل واحد فيهم كان الانديفيدولد مختلف عن الثاني غذاك ما صابوا لانكانسر لكنها صابوا الشغل الثالث الانديفيدولد شخص مختلف بين الشخص والاخر من ناحة الاستجابة للدواء من ناحة الاستجابة للدواء من ناحة الاستجابة والله على مستوى الميتابوليزم بين الاشخاص مختلفة والتي يحكمها العوامل الجينية اذا هذول هم اللي بيأثر فيهم من ناحة الجينتك بولي مرفيزم الاثنيك فاكتور وهي العوامل العرقية فحنا نراقي بعض الانديفيد يعني نقول كامون في عرق معين دون الاخر بسبب اللي هو الى علاقة برضه في الجينات الموجودة في هذلك الجيوغرافيك والاستجابة يعني نحكي عنه ملتيفاكتوري ملتيفاكتوري مثلا بيحكي انه بعض الانواع من السرطانات شائعة شائعة في هاي الدولة لكن في دولة ثانية غير شائعة فاحد الامثلة مثلا انه رح نحكي عنهم قبل ما نحكي عنهم نيجي على الملاحظة هاي بيحكي لي يعني معظم وبركز اكلمة معظم معظم السرطانات كلمة سبورادك يعني المقصود فيه رح نسمع كلمة سبورادك ورح نسمع كلمة فاميليال في هاي المحاضرة فكلمة سبورادك معناها انه هذا السرطان انه جايب بعد الولادة سببه صار في عندي ميوتيشن في الجين الجينات المعينة فصار في عندي خربان في هذا الجين وهذا الخربان مش مش موروث هذا الخربان بسبب عوامل البيئية الى اخره ميوتيشن صارت بعد الولادة فهذا المقصود فيه سبورادك يعني بالمعنى الحرف انه متنوع ومتوزع كثير جميع باللغة العربية فمثلا انه البروستيت كانسر عالي في اليو اس اي الكولوريكتل في اليو اس اي عالي في اليو اس اي لهم البروستيت كولوريكتل الجاستريك كانسر لهو سرطان المعدة هاي في الجابان السبب انه عندهم هناك الاكل المحفوظ فيه مواد حافظة في عندهم بيستهلكوا بدرجة كبيرة سكين كانسر طبعا انه هاي في نيوزلند السبب يعوز انه هناك هناك عندهم لو ميليلين وعندهم اكسبوجر لسان بدرجة كبيرة فرصة انه حصل فيه سكين كانسر درجة اكبر هباتو سللر كانسر في تينا والافريكا النيزوفرنجيال في الشرق في اقصى الشرق نحكي عن دول اقصى الشرق اللهم موفيد شرقة سيئة في هاي الحالة البركت المفرومة مشهور في أفريكا طبعا بس civ vị سوف نأخذ بسي لضيف وراء انظر الان الانهربائي المضيح من الانهربائي المشكلة نحكم المشكلة البيعية الهوام الانهربائية الناس بعض الانهربائية المشكلة سوف نحدث عنهم سوف يكون بعض الانهربائية أول ما سنبدأ هو الطائم وهأحب الحميل الغذائيه هل الحميل الغذائيه ممكن تلعب دور في الكنسر ممكن تلعب دور فمثلا بيحكي لي انه الهاي فايبر انفود بريفانت اوار كولون فرام تيومر يعني تمنع نوصيل في عندي تيومر في القولون لانه ببساطة الواحد ما يوكل الياف بيسلك بيخلي بيخلي المواد تتحرك في العمعاب في درجة أسرع فبالتالي انه الاكل ما بيظل هناك بسرعة فبالتالي رح يتخلص منه الجسم بسرعة لكن مثلا لما يكون مليان دهون هذا الاشي خطر ماشي كويس ليش راني رح حصل في عندي تبعت الفود جوه الأمعاء فبالتالي التوكسيك ماتينة لما تكون موجودة رح يتضل لأمودة أطول فبالتالي فرصة انه ممكن يكون في عندي إلا هو كانسر يصير أطول لا قدر الله الانه هي عبارة عن مواد رح تحكي انا كمان شوي في التابل السنلايت مثلا انه واحد متعرض للشمس فالسنلايت ريليت للسكين كانسر زي فيه شوفنا في نيوزلند البرسونال هابيت فمثلا انه العادات السموكينج بيؤدي عن كانسر والالكوهول بيؤدي واللي ممكن يؤدي له كانسر الأوفر ويت اللي هو طبعا باختصار الزمنة وها طبعا فيها علاقة قدر الله بيحكي له انه الى دور من ناحية متابوليك باثويز بيزيد استوريج بعض الهرمونال زي الاستوريجين فبالتالي راح يمكن يؤدي لحدوث برضو بعض السرطانات اذا هذة تكونوا يرفو فقط عن الأوفر ويت الآن الكوبايشن اللي نحكي عنهم او الكوبايشن الكنسر لهم هذول هذة الجدول الطويل الجدول الطويل يعني اذا بدي اقعد انا احكي فيه انه كل واحد فيه ويش اللي بصير فيه مثلا ايرزنيك والأيرزنيك كومباوند لانج وستيكين والهيمانجي ساركومة الأسبسوتس البنزيل الكاديوم الكروميوم نايكل الريديون فكل اتهم مركبات كثير كبيرة فالدكتور يعني يركز على هذول الأشياء فاذا بدكوا برأي الشخصي انه هاي نحكي عنها زي ما نقول انه قراءة وهذول الي بدي اركز عليهم احفظ واحفظ الكنسر ممكن يكون مرافق له مثلا البنزين مرافق للكيميا والهارتكين لينفورما فهيجيك في الامتحان انه هذا سؤال وارد جدا يجعل هذا الجدول ومتوقع يجيكم فبيجي بيسألك بيحكي لك الاسبوتس مثلا لنج كارسينوما البرليليوم لنج كارسينوما الكاديوم بروستيك كانسر بيديو حاكي لك البنزين البنزين بيعمل ليش لكيميا فهذا هو الجدول اخرى فاكتورز الي راح نحكي عنهم كمان شوي ثلاثة فاكتورز لهم الايج والهددة الوراثة والاكواريت باراني بلاستيك سندروم كلاتهم نحكي عنهم في التفصيل خلال هذه المحاضرة فالايج العمر العمر بلعب دور في ناحية الكنسر طبعا في عندي بعض المحاضرة هذه المحاضرة راح نحكي عنها اللي هو انه كل ما يزيد العمر فالإنسدنس الوصول يعني واحد كبير في العمر فرصة انه نصاب بالسرطان راح تكون اكبر مقارنة في الطفل الصغير لكن في عندي ما هو المحاضرة؟ انه في عندي امراض سرطانية فرصة حدوثها في الاطفال لانها غالبا تكون لازم نقول مثلا السم سلز على سبيل مثلا نحكي عن الأكيوتليكيميا نحكي عن سامسين أصل تيومرز البولوسوفت تيشو ساركوماس نحكي عن البلاستومات نيرو بلاستومات نحكي عن نيفرو بلاستومات نحكي عن هباتو بلاستومات فهذا الوريجين طبعا نحكي عن فيتل أوريجين فبالتالي سيكون شائعة أكبر يكونوا في الأطفال أكثر من الأكبر فهذه الأمثلة لازم يكونوا عارفينهم كأكسبشن أو كأمثلة هذا هو العمر الآن الوراثة ركز عليها نحكي عنهم الوراثة في ثلاثة أشكال عبارة كنوعية ثلاثة نواقع كنوعين النوع الأول نحكي عنه نوع الثاني نحكي عنه نوع الثاني نحكي عنه لكن في عندي سرطانات تيجي بالوراثة نعم ففي عندي 5% كلمة مهمة جدا لما أحكي لك وراثة وتحديدا الفاميليل لما تسمع أن هذا فاميليل 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 لأنه تمت وراثته من الآباء يعني الميوتيشن والجين اللي فيه مشكلة والأطب أجميل له لكن لما تسمع اسبرادك الولد الولد طبيعي ما فيهوش أي مشاكل لكن السرطان والميوتيشن صارت بعدين هل بنكون عارفينه ثلاثة نحكي عنه أول واحد نحكي عنه التوسومال دومينانت وهذا التوسومال دومينانت سنضروم رح نختصره با وفي عندي سنضروم اي دي أي اوتوسومال دومينانت اوتوسومال أي الجين محمول على كروموسوم جسمي حكينا اوتوسومال دومينانت أي أنه رح يكون في عندي جين سائد على جين آخر فديهو ديفاين اجيناتك ابنورماليتي طبعا عندهم سبيسيفك فينوطاب ومورفولاجي وهي الأمثل رح نحكي عنهم واحد ورى الثاني فأول مثال رح نحكي عنه الفاميليل الادينوماتس بوليباسيس كولايجين قلمة fueomelial لأنه هذا المحلل من الهل فيها كامل كامل ففي عندي في هذه الصورتين كونين منعظم فيها سوية فروقات المحلل المصصفين هنا في المصر وتعالى من الكلون فروقات أكثر من مصر مثلا في منعظم هنا في هذه الصورة والبروز الذي اختار من من التجويف من الكلون والبروز عددهم أكثر فإستخدام من مريضين مختلفين ففي عندي مثلا انه على اليمين انه كثير في عندي بوليبس وطبعا هاي طالع من الميوكيز اللير فطبعا وهاي سميناهم اشي الادينوماس الان في عندي انه واتفقنا كلمة الادينوماس عشان اذكركم ايش معناها ادينوماس او ادينوما هو عبارة عن بينايل تيومر طالع من مليه الجان دون الارتشو اذا هذا الادينوماس اتفقنا افاميلول ادينوماس بوليبكوليوممutation وهاي صارت في الابين mantis اي بي سي جن فاميلول اي بي سي جين ففي عندي كاسكيد معين من خلاله اصار في عندي هذا الاشي مش مطلب نعرف هذا الكاسكيد لازم نعرف بس هاي المعرومات عنه انه صار في عندي عبنيماليتي من خلال في عرثي الاجين معطوب المشكلة في هذا الجين لديهم فرصة أكثر حتى يصبح عندهم كولون كانسر على عقس سبوراديك لأن هذا شيء وراثي فبالتالي الجينات مهيئة حتى يصبح عندها كانسر على شخص وراثي من هذا الجينات مهيئة حتى يصبح عندهم كولون كانسر على العكس هذا الجينات مهيئة حتى يحدث الى المشكلة في 30 أو 20 يعني يزير يعني باختصار انه بالعشرينيات للثلاثينيات يعني عمر 25 30 سنة 35 سنة يظهر عنده له الكولون كانسر المفروض يظهر بعد عمر 50 سنة لا أقدر الله هذا بحكي هذا يعني لما عملوا دراسات انه كان شائع اكثر طبعا هذول اشخاص لحتى يكونوا انهم يعملهم بريفنشن وصير في عندهم كولون كانسر بروهم عاملين لهم ايش عندي الكولكتمي لانه باختصار عندهم الريسك اعلى لحتى يصير في عندهم كولون كانسر اكثر من غيرهم اذا ما نعرف في الفاميليا الادينوماتس بوليب كولاي او بي سي جين هو نوع الوراث عنده له الاتوسومان دومينت في عند الجين يسود على جين اخر بالاضافة لغالي كل ما يكونوا عارفينه انه هذول اشخاص اللي عندهم ميوتاتي الجين رح يكون في عندهم فرصة اكبر لحط يصير في عندهم كولون كانسر او سرطان في القولون بدرجة اكبر مقارنة في السبولادك طيب عشان هيك لازم نعطيهم ونعملهم عملية الكولكتومي اي نعمل استعصال للكولون الآن النوع الثاني نحن نحكي عنه وهو ملتب الاندوكرانيو بلايزيا من واحد ورت جين المن واحد ورت جين لهو الريارانج ديورينج ترانسفكشن هاي عبارة عن جينات تفاصيلهم مش مطلوبة لكن يعني اذا بدكم تبحث عنهم تقرؤوا تفاصيل اكبر عنهم في كتب حثوه في عمو جوجل اكبر الدكتور مطالبكم انه فقط انهم تعطيني من سندروم وهو ملتب الاندوكرانيو بلايزيا سندروم من اسمها رايح اعطيك انديكيشن انه في عندي نيرو بلاستيك ترانسفورميشن باكثر من غده نحكي لي من تلف اندوكرانيوَ فحاصل في اندوكراين غدث عن عدة غدث ق bandits بالقول انهويه الريارانج ديورانوgasabana سنكون هناك ملتب الانتين جانب وشج Late انهي نوت غدث أم عمو جدا محمر سعيد ستفاصيل، اما هي ناتذي بإمكانهم انتظري نمز ديوري ام ترفيب وبهم نتصر وستحيش في الريت جين الآن نحكي عن الجينات الثانية أو نحكي عن المثال الثالث المثال الثالث رح نحكي عنه Neurofibromatosis فباختصار أنه عشان تكون واضحة لكم من المصطلح Neurofibro يعني زي ما منقول له الفايبر تبع النيرف يعني اللي هو العصب باختصار أنه فصار في عندي اللي هو Neurofibromatosis أي صار في أن تيومر فيها ذاك العصب نحكي عنه في عندي Type N Type 1 و Type 2 الآن رح نحكي عنه للتيب 1 جين فميوتاشن في Type 1 جين له Neurofibromatosis 1 جين رح يكون عندهم شغلتين الشغل الأولى Neurofibromatosis يعني في عندي تيومر بالنيرف شيت أو في النيرف تيومر نفسه أو الشغل الثاني رح يكون في عندي skin pigmentation يعني في عندي الجلد ملون وهذا الجلد يكون شغلتين يا في عندي لبز ودمز يعني في عندي أول شغل كما نرى للمز أو مطبات كما نرى في هذه المنطقة في عندي كثل وبروزات طالبة بالإضافة ل skin pigmentation وهذه كلها تم باختصار للمز و بمز هي عبارة عن نيرف شيت تيومر أو نيرف تيومر وطبعا هذول P9 السبب أنه نرجع الاسم Neurofibromatosis وهو P9 فملاحظة كثير مهمة إذا هاي الشغلات صارت في حديثي الولادة ممكن يصرف عندي ملونة تراسفورميشن في يكون P9 يتحول لإيش لا يصرف عندي ملونة تيومر أو كانسر وهي طبعا الصورة إلها طبعا Neurofibromatosis type 1 في هذه الصورة زي ما حكينا الآن مثال علي راتيك عنه Rutenoblastoma طبعا Inherited as autosomal dominant هاي رح أوضح هذه اللحظة عندها ملاحظة كثير مهمة لأنه راح نحكي عنها في المحاضرة الجاي لكن بدي تعرفوا للتالي أنه نوع الوراثة فيها كباتران وراثة وليس كباتران هو autosomal dominant لأنه راح نحكي عنها في المحاضرة الجاي كجين هو self-it is recessive فتفاصيلها شويتين محقدة لكن خلوا ليها للمحاضرة الجاي لأنه راح نحكي عنه ان شاء الله الآن عندي TB53 TB53 وهذا طبعا باختصار عشان اختصلكم إلى هذا راح نحكي عنه هو gene guardian هو حامل الجينات بحكي لي إذا كان هناك محاضرة في هذا الجي سيكون هناك سندروم اسمها Ly-from-amini syndrome Ly-from-amini syndrome باختصار سيكون هناك germline mutation و second mutation سيكون بعد الولاثة باختصار لأن هذا سيكون هناك قليلا في المحاضرة الجاي له بعض السلطانات و بعض الجينات حتى يصبح cancer لازم 2 hits و هذه 2 hits سيكون هناك محاضرة سيكون هناك محاضرة mutation سيكون في القليل أول و mutation بعد الولادة أو مرات يكون لوحد وارثة ses descobrir flow La Moodle 그리고 암ция Should процедCom في عندي كروموسوم وDNA و الكروموسومات في عندي مشاكل في عندي مشاكل مقارنة في النورمال فبالتالي راح يصير في عندي ممكن يؤدي له حتى يصير عندي كانسر أو نيو بلاستيك ترانسفورميشن أحد الأمثلة على هذا المشهور هو زيرو ديرما بيجمنتوسم فنرى يكون حافظين الاسم فنرى يكون حافظين الاسم أحد الأمثلة هو زيرو ديرما بيجمنتوسم سوف نتحدث عنه الفاميليا الكانسر سلطان من أهله لكن لا يوجد الاختصار كيف لا يوجد الاختصار فمثلا لو نرجع نرى في حالات APC يوجد الاختصار يوجد الاختصار على مستوى نيروفايبروماتوسيز يوجد الاختصار يوجد الاختصار يوجد الاختصار لكن هؤلاء النوع الثالث لا يوجد الاختصار لا يوجد طراز شكلي يقول الله يوجد مشكلة في هذه الجنات لأن هذا المشهور يوجد الاختصار لكن لا يوجد الاختصار 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 هذا المعلى لأن هذا المعلى سوف نشاهده في الأشخاص صغالب العمر على سبيل المثال نتحدث عن مستوى عبر كانسر مثلاً لما نتحدث عن هذا النوع كانسر يقولون ملتبل أو بايلاترال ملتبل عندما نتحدث عن الوكيش لما نتحدث عن الوكيش لأنه في يمين ويسار فهذا يكون متعدد في أكثر من المكان أو نتحدث عن بايلاترال بايلاترال أي طرفين مثلاً نتحدث عن الأوفاري مثلاً نتحدث عن الوكيش في عندي الوكيش في عندي الوكيش فبالتالي في عندي بايلاترال ممكن يكون في الطرفين في العضوين أو الجزئين اليمين والأثمال متأثيرات هم يكونوا بايلاترال فبحكي لي أنه طبعاً أنهم علاقة في الانهلوتيزن وهؤلاء الوكيش برسة واحد وبرسة اثنين برسة واحد وبرسة اثنين نتحدث عن بريست كانسر 1 وبرسة 2 يعني لعشان نتذكره فبرسة واحد وبرسة اثنين تذكر بريست كانسر 1 وبرسة 2 هذا الجينات باختصار أنه ما عندهم مورفوليج يعني باختصار تطلع على الشكل تطلع على المريض في النطائب لا يوجد لكن الجين نطائب يتفقون فغالباً سيؤثر على بريست والأوفاري فمثلا الكيس والسيناريو اللي حي يجيك كثير مهم كثير مهم هذا ممكن يورد عليه سؤال في المتحان كسيناريو يجي بحكي لك واحد عمرها صغيرة يونج اجد فيميل عندها في بريست كانزر احد الاشيين ممكن تسويها اشوه تروح تعمل تشكينج او تسأل المريضة انه هل في حدا من عائلتك انصاب من قبل بسرطان ثدي اذا اه فرح اكون في عندي احتمالي يكون في عندي ميتيشن في البرسة وان البرسة فبالتالي بروه عامل بعمل فاحص يعني بروه عامل زي ما من تقول انه اشوف الكروموسومات او اشوف الجينات افحصهم الاخري فبعطي سبب الله اللي اشطر في عندي اللي هو بريست كانزر فاول اشي اللي يجب ان نعمله is asking here about family history of breast cancer بعد ذلك بعمل جيناتك كونسلنج مش بماشرة بروه اعمل جيناتك كونسلنج يعني مثلا اذا هي لحدها صارت في العائل معها بريست كانزر ولا حدا من العائل نهائيا انصاب هالشي لهيك هذا الاشي راح يكون انه زي ما بتقول انه هذا انديكيشن انه ممكن يكون السبب اشي ثاني لكن انه اذا والله في عندي حدا من العائل نصاب في لنك كانزر فرح احط مش لنك كانزر بريست كانزر اللي كنا نحكي عنهم الاوتوصامة الـ dominant الاوتوصامة الـ recisive الـ familial لكن ما في عندي اي نوع من الفينوطاق يعطيني انه بالله انديكيشن انه في عندي خلق الآن نحكي عن الفاكتر الثالث ايش هو الفاكتر الثالث اللي كنا نحكي عنه وهو الاكوايرد بارانيوبلاستيك سندروم هاي باختصار انه ملهاش علاقة مش انها اسمها اكوايرد بارانيوبلاستيك سندروم يعني معنى انها حالات واشياء بصير قبل ما صير في عندي نيوبلاستيك ترانسفورميشن يعني انها ليست من نيوبلاستيك ترانسفورميشن فغالبا هي بتحدث بريتو نيوبلاستيك لكن بعد ذلك يعني بعد ما يحدث ممكن يقدي يصير في عندي هايش نيوبلاستيك بالاخير هي فاكتر يؤثر فهي ممكن تكون مسبب فباختصار انه associated with increased risk for cancer طبعا غالبا بيصير انه في عندي لهوة related to rapid or abnormal cell proliferation في عندي الباختصار تمايز وانكتسامنا الخلايا بدرجية شمالهم سريع وغير طبيعي فquired condition يعني باختصار انه اصار في عندي disorders وتحديدا chronic disorders فبالتالي راح يصير في عندي من خلالها زي ما حكينا انه سير في عندي rapid or abnormal cell proliferation مثل chronic inflammation نحكي عنه بنحكي عن immune deficiency status نحكي عن precursor lesions فهذا راح يصير في عندي cell proliferation at all فباختصار بسببهم راح يصير في عندي انه as a result ممكن يؤدي له حدوث cancer at all فمثلا على سبيل مثال انه بحكي لي انه gaatier paraneuplastyk syndrome الذي يصير في عندي قبل نيوبلازيا مثل عليه الانه اطلاف الانهوزن مثل الانهوزن هي فرتال كذلك السيرفاكال ديسبلاجيا أو اليكوبلاكيا بالاضافة الانهوزن سيرفايكل سيكومس السيكومس الكارسينوماء الانهوزن الانهوزن تحكم بأننيوبلازيا تصبق نيوبلازيا نقول نيوبلازيا تنفق بأنه هي تقريبها لعلى سبيل المثال تليف الكبد يمكن أن يؤدي لكبير ولأنه يتحدث عن نيوبلازيا تكون الى البحث المساتف سيكون لديه خلية الهباتوصيد في الاختصار لذا سيكون لديه خلية الفصل لديه داخل الجاذب لديه خلية الهباتوصيد وبالتالي سيعديه كاسر وهذه وصل على القوى مثال علي الألسرينيكو أو كولوريكتر كارسينوما يجب أن يكون هناك التهاب في القولون وهذا الالتهاب الألثورياتي يعني لماذا يكون هناك التكوين قرحة في ألثور فبالتالي سيكون هناك ممكن يؤدي إلى ديسبيجيا وبالتالي يؤدي إلى نيو بلايزا بعد 2015 سنة هذا يعني يحكيك دراسات مثال آخر ذيلاس الينوما أو البنان نيو بلايزا ممكن يؤدي إلى كولوريكتر كارسينوما كمان كعلاقة بينهم الآن هاي كمان يعني كجدول الدكتور بدرجة أكبر أنه تحفظوا ويحفظوا اللي عليها مثلا يعني والتي معظم هم زي ما تقول سهلة مثلا نحكي عن الكاستيراتيس والألثر ممكن يصير في عندي اللي هو الكاستيركادينا كارسينوما أو المالتليمفوما اللي هو المالتليمفوما هذي لا تأثر اللي هو ميكوز أسوشيات الينفوائي تيشو هذا أنواع من الأنسجة الآن الأنسج الينفوائي مثلا نقول السكندري الفيندل هو الفيندل السكندري الفيندل هو باختصار الخلايا اللي مفاوية اللي يطلع منهم مثل نخاع العظم مثل الثايموس الغد الزعترية الآن في عندي الثانوي اللي بتروح لها الخلايا مثلا نحكي عن العقود اللي مفاوية نحكي عن أنسج اللي مفاوية لكنها موجودة مثل ما تقول في اللي هو في الأغلفة المخاطية فمنحكي عنه ميكوز أسوشيات اللي مفوائي تيشو فبصير في هناك خلايا اللي مفاوية ويمكن يصير في عندي هناك مالت لينفوما مثلا بانكريوتايتس سيصير في عندي بنكرياتي كارسينوما ايضا يعني في عندي ايضا في علامة فممكن أن أداء لكولوريكتال كارسينوما يعني معظمهم إذا ملاحظين ما شمالهم كما نقول سهلين اللي مفاوية الأيجنت نحفظه في حال وجود مثلا في القاسر وهو الهيليكوباكتر بايلوراي وهي المسببة للألسر الهيباطايتس وهو البي والسي نحفظه عن كورنيك سيرفايتس نحفظه عن الهومان تابل نوما فيروس الهومان تابل نوما فيه دروسنا سيرفايتس على مستوى موليكول على مستوى جينات على مستوى باثويز الفاأر خلطة باثويز على خلطة باثويز على خلطة جيناتكس كيف تسأل مصطلح هذا المصطلح يسمى وحتى اوضح مصطلح المونوكلون والبوليكلون عشان تكونوا فاهمينها 100% الان في عندي خلية A في نفس النسيج خلية B لونهم بلون ثاني الخليتين لنفرض جلالا صار في عندي نيو بلاستيك ترانسفورميشن تحولوا الى خليات سرطانية لا قدر الله وعملوا لي سرطان الخليتين هذا الان جنرال الكلام مش وارد يحدث ومش شئ رح يحدث لانه بكون اصل خلية واحدة لكن عشان اوضح الفكرة اذا هاي الكتلة وهاي الماس جاي من اكم خلية من خليتين ومش من خلية واحدة فهذا الاشي بنسميه البوليكلون لما تسمع انه يشي طالع من اكثر من خلية فهذا ما بنطلق هاي اشي اسمه البوليكلون لكن الكانسر السلزة والكانسر تشوف جنرال سبيكينج هو مونوكلون يعني ايش مونوكلون يعني في عندي خلية واحدة هاي الخلية صار في عندي نيو بلاستيك ترانسفورميشن لها تحولت الى خلية نيو بلاستيكسل هاي نيو بلاستيكسل اصلها خلية واحدة فهذا الاصل من خلية واحدة من سميه المونوكلونال سيل او تشوف فالخلايا السرطانية او النسيج السرطاني غالبا انه ارازين من سنجل كلون ايش عن سنجل كلون او المونوكلونال يعني باختصار انه جاي من خلية واحدة لكن نونو بلاستيكسل يعني ايش عنوش علاقة في نيو بلاستيكسل فالخلايا فكلون ايش هو كلون خلية او نواتج من خلية او مخلوق كائن حي لكن كثير مهم لهذا الارغانيزم اس جينتكلي ايدنتيكال تو the unit or individual from which it was derived يعني باختصار ايش مالهم كان محتوي راثي ايدنتيكال مي بالمي ما فيهم مش اي اختلاف فالكلون خليه يكون طالع من خلية واحدة فبتسمعه في الاستخدام المونوكلونال أنتيبوديز اذا كنت هناك في اندي خلية لمفاوية ب سأتي بلاستيكسل هذه البلاستيكسل ستتمقاسم في فيل مثل ايش ستعطيني في المحزل انتيبوديز فالانتيبوديز جاي من كلون واحد الكلون اصلها خليية خليية لمفاوية واحدة فشماله الأصل واحد مستعمرة مستعمرة المبدأ ما هو المبدأ فباختصار عندما يجب أن يجب أن يكون مدخلات ويجب أن يصبح مدخلات أو منى مصرات ويجب أن يكمل أفضل المقطاع أفضل المقطاع أفضل المقطاع فلزمف الأشياء المهمة جدا حيث أن يتم تكون ببلاستقرات المبدأ يمثل من جينات تتحكم في موضوع من ناحية الخلية تنقسم يصبح عندي موضوع الميتوس فهذا الجينات سنجدها في الخلية السرطانية بشكل غير طبيعي بينما الجينات التي تعمل تثبت أن لا يوجد انقسام ستكون معضوبة فالشغل الثاني الجينات التي تدور في الأبوبتوس ستتأكد أن الجينات التي تدور في الأبوبتوس هي الجينات التي تحطيني Pro-Apoptic Protein وجينات تحطيني Anti-Apoptic Protein هناك الخلية السرطانية تقاوم الأبوبتوس فما معناه أن الPro-Apoptic Gen سيكونوا مصبطات لا يستعملون بينما Anti-Apoptic شغلات لحتى تمنح حدوث الأبوبتوس وتموت هذه الخلية الجين الذين تدور في الـ DNA repair الخلية السرطانية تعيش وتتغذى على الـ الميوتينشن على الأخطاء في المادة الوراثية فأنا بقول لك ليش أنا بدي DNA repair فبتعطب الجينات الإلهادور ستعطيني البروتينات الإلهادور في الجين repair فاختصال هاي هي الخلية السرطانية خلية مفعل فيها الخلية السرطانية خلية المصبطات 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 الخلية تعيش وتتغذى على الـ الميوتينشن في السرطان فباختصار التفاقل أن تفاقل المصبطات 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 في جناس نتحدث عنهم قبل قليل كذلك مع قبل السرطانية نسميه بروتو انكو συنكوين نسمى بروتو انكوين انه تخبر الانكوين باختصار انه يظهر تثبت أمثلتهم الـ الـ تبي 53 الـ الـ مارك قام بماناتizing vasodilat! المترجم الى gelegenة hone الوصولات التوقف وليس قادم بمانا Garriga في بعض الأورام السرطانية في بعض الأورام السرطانية في بعض الأورام يعتبر كيف يعمل تأخذ الخلية منه تشوفه يعمل فحص للديانية وتشوفه أول ما أشوف هذه الشعنة ما قلنا احنا لا تفكر ولا تحتار المتاساس هو الخيار نفس الشيء هو لا تفكر ولا تحتار لما تشوفه ذاك الاشي هذا هو الخيار أول حاجة رح أصير في عندي كلمة أي طفرة موضعية طفرة تحدث في قاعدة نيتروجينية واحدة فرح أصير في عندي تشينج إنسينجل باسم دياني سيكونس عندي لتشينجل تحرير اخترار متهم كثير بالغرب ثم он في ن Angela أكثر incluso 跟 سيكون لدي أول انكوجين شغال فبالتالي سيكون لدي الخلايا أكثر لكن لا يحتاجهم بالمرة فأحد أمثلتهم كثيرا راس انكوجين هذا عبارة عن إذا صار له اكتفيتد سيعمل لي اللي هو طبعا هذا هو كمثال للراس سنحكي عنه إن شاء الله خلال المحاضرة الجاية هذه كتفصيل رؤية مستقبلية لا هتحضروها في الفيديو الجاية إن شاء الله فاوش المتاعدة في كودون 12 أو 13 عشان تكون واضحة لكم ماذا هو الكودون الكودون في الديان اي 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 واي اي اي سيكونس انا في ذلك سي جي اي دي ما ذلك دي جي جي سي دي أين أدي له وش الآن الكودون هو ثلاث أحرف ثلاث نيوقلي سبيس فالكودون رقم 12 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 أو 13 فيه رحصير في عندي لهوى الميتاشين رح تحدث فيه هذا هو المقصود في هاي النقطة طبعا هذا الحكي بيصير طبعا إليه دور في 30% من البانكرياتيك انكلون كارسينومة إذا رحصير في عندي 3 في البانكرياتيك أو في القولون 30% نتيجة أنه في عندي ميتاشين في الارس النقطة رحصير عندي لها أفرستيميلاتيك الان premiere. الترانس الوكيشن. транس لوكيشن، اللي هو باختصار انه راح سلفي عندي ناقل كرموصوم ينتقل جزء منه يشلى هو la hea هو اللي هو الكرموصوم ثاني. هو باختصار ان ينري على الى المادة فباختصار موفم ما تفج Pan-Tek-Material between two كرموصوم عندي كرموصومين راح تنتقل فيهم هاي المادة. وهاي علي سؤال الفين امتحان حدكم لا تحفظوا كل الترانسلوكيشن هذول في عندك كثير مهمية جدا وهذه الترانسلوكيشن شائعات جدا في الليمفويد والهماية ستشوفهم جدا شائعاتهم عندما تدرس الهو في الهوكيميات و تدرس الليمفوما وين ما فيه الليمفوما ستشوف نسبة كبيرة في أنك الترانسلوكيشن وبعض هذول الترانسلوكيشن يعتبر دياغنوستيك فيتر يعني إذا شفت هذا الترانسلوكيشن حادث 100% راح تكون هذا السرطان هو الخيار تبعي أشهرهم راح نحكي عنهم بيركت ليمفوما ترانسلوكيشن بين كروموسوم 8 و كروموسوم 14 فولكيور بيسل لمفوما ترانسلوكيشن ما بين 14 و 18 إذن بيركت ليمفوما 8 و 14 بيسل لمفوما 14 و 18 كرونيك مايلود الكيميا ما بين 29 و 22 هذا مهم جدا مهم جدا مهم جدا 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 وجدا لماذا الترانسلوكيشن بين التسعة واثنين 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 مهم جدا راح ينتج الكروموسوم اسمه فيلاديف فيلاديف فيا كروموسوم هذا الفلاديف فيا كروموسوم عنده جين اتحاد ما بين الPCR جين والAPL جين فهذا الجين باختصار عنده كثير مهم اللي هو تايروسين كاينيز اكتيفتي بعض انواع اللي هو اللي هو بعض انواع اللي هو الكميبويد ريسبتور والCM ريسبتور اللي هم باختصار عنده اللي هو اللي هو سينكاينيز اكتيفتي فهذه الصورة بتعطين اللي هو كيف بصير عند عملية ترانسلوكيشن فمثلا في عنده اللي هو في الثمانة واربع عشر ايش هو ثمانة واربع عشر في البركيت لنفومة فاذا ملاحظين راح يصير في عنده ترانسلوكيشن في هاي المنطقة يصير في عنده هذا الجين ما بحتم فيه اما اهتمامي كل ياته هون ملاحظين انubers بديك كروموسوم 12 في زندية power انقر lime بزيلة الموجود في الكروموسوم 22 وهذا اللي هو playing MerciERO وهذا البل انكو جين موجود إليه الموجود في مثل ماBravo يستثمر بالترانسلهوكيشن هاي القطع رح تيجدي هنا سيكون هنا في بي سي ار اي ار اي لجين وهو الفلية التي توجد الكروموسوم وهذا الكثير مشهورين في السي ام الو كرونيك مايولوجينيس يوكيميا ترانسلوكيشن يمكن ان تكون في البون و الصوف تشوت هومر سيكون هنا بروستات و لان كارسينومة و يوينك ساركومة سيكون هنا في البون تشوت فغالبا هؤلاء الترانسلوكيشن سيحدث في السلدد يومر يحدث في عظم الأطفال يحدث في الترانسلوكيشن هذا الترانسلوكيشن ما بين كروموسوم 11 و كروموسوم 22 موضوع الوكس 14 و الوكس 12 و الوكس 12 سيختصر في حول الوكس 12 و الوكس 22 و الوكس 12 و الوكس 12 هذا مقصود من الكتابة طبعاً لو كان بي بكون اللي هو منحكي عن الخروموسوم الآن هذا هو اللي نحكي عنه من ناحية البونت الميتيشن ومهم جداً نعرفه ونحفظهم وأهمهم زي ما حكينا اللي هو PCRAPL جين النوع الثالث اللي نحكي عنه اللي هو تضخيم هذا الجين يعني باختصار انه الجيناتيك الموجود عندي ازيد من عددها وذول هم اثنين اللي هم الدبل مينتس والهما جينازيس ترينينج ريجون اللي رح نحكي عنهم كمان شوية اول اشي باختصار انه الدبل مينتس باختصار عبارة عن انه في عندي فراغمنت سبعة ال لكن هاي الفراغمنتس بتكون اكسترا كروموسومة يعني فراء كروموسوم وهي عبارة عن مادة وراثية ديانية بالتالي رح تعطيني زي ما بنقول انه اشهر مثال انه رح تعطيني بالتالي مور ترانسكيبشن مور بروتين فبالتالي صرفي عندي زي ما بنقول اكتر للخلايا اذا في عندي كمية جين اكبر او انه صرفي عندي هاي اذا مراحظين الهاتش هاي فبكون نفس الجين موجود بتكرار اكبر لكنه اشماله جوه الكروموسوم نفسه فهي باختصار نكون في عندي دابل منه فمثال علي نيرو بلاستوما يعني هو عبارة عن جاي من جاي من فتال أورجن وصير في النيرون فالنيرو بلاستوما او الشيخ اللي غرابا نحكي عنها من ناحية مشاكل بالجينات له كروموسومل ديليشن يعني ايش نحكي عنه الرسمية اي انه في عندي كروموسوم لا كذفة انه بصير في عندي له kat prize فلانه باختصار انه أشهر امثلة وهو باختصار انه هاي باختصار انه ننه هناك بايتك يعني معنا نسحة علاقة في الهيماتوبيوتيك استمسل لهم نحكي عن المفاومة أليكيمية وزيال الثوالف ويصير في درجات أكبر عشان اوضحها لكم كنا نكتل اشياء بالهيماتو بيوتيك تيومر لكن هون في النون هيماتو بيوتيك تيومر طبعا انه اختصار انه كروموسوم راقس وهو باختصار راح يأدي عشاكل اكبر انه يحتوي على جينات مهمة فدليشن اختصار انه انا في عندي جين معين هذا الجين ممكن اخسره يعني ايش باختصار حذف انا حذفت هذا الجين لغيته فلما الغي هذا الجين وموجوده باختصار سيحدث عندي انه والله ممكن هذا الجين يكون تيومر سبريسر ولما يكون تيومر سبريسر فبالتالي انا راح اقدر امنع انه هاي الخليه منها تنقسم الخليلات تنقسم اكثر فراح يصير في عندي احتمال تزيد في عندي كاسر فمثلا ريتينو بلاستومة سوف يكون حذفت ذلك ثيرتين كيو بانت فور او من نقول ثيرتين كيو اربعاش يعني باختصار كروموسوم 13 لونغ اربعاش لونغ ارم صار في عندي هناك الى انتصار طبعا هذا موجود في الكويركالكارس انتصار كروموسوم الآن الكروموسوم الوستورجين يعني باختصار انه اخسر كروموسوم أو إيش ما له باختصار أنه يكسب كروموسوم فرح حصير مثلا على سبيل المثال أنه بصير في لهوة فهمة 23 فرح حصير في لهوة أنيبليودي يعني باختصار أنه رح حصير في لهوة جينيستركشور أو خونة في جينيبروداك يعني رح يتغير المكووه رح يتغير أنه يا لستركشور سبع الجين كلهات رح يتغير أو أنه رح يتغير موضوع الجينيبروداك عند لهوة النقطة الأخيرة نحن نحكي عنها هو الميكرو ارن اي الميكرو ارن اي هي عبارة عن سينجل سراند ارن اي طولها بحضور 22 نيوكليطايد وهي مهمتها إيش تشتغل كريقليتر فالريقليتر هي طبعا إلها دورين أول شغل إذا كانت أوفر اكسي بريست والناء الثاني إذا كانت أقل إذا كانت أوفر اكسي بريست رح حصير في عندي إيش هو باختصار كارسيجينيسيس كيف تشتغل كارسيجينيسيس وعشان اختصارها لكم وندерх لا نوعه لكن الشهر سنعذر الماكرو ار القنبل بل هو تغيرتي وهي عبارة عن تغيير وراثي يحدث دون أي طفرات أو حدوث تشغيل حالك والأخرين سوف نقول أنه هو الأ taoیں محتانة هيا المنتظر على التحكير وانضار التغيير لدي حالك هذه هي عبارة عن تغيير وراثي أحدث دون أي طفرات أو أي حدوث مثلا ، على سبيل المثال ، الميثيل يوجد مختلفت المن deserves الأ互 pueden يعتبر موضوع ذلك بالميثيل آتس GBF لا أشبعت المشكلة في هذا الجين السادس وسليم لكن الفكرة الميثيليشن الاسيليشن هاي الشغلات لما اعملها فبالتالي راح تلعب لي في الجين اكسبريشن ولما تلعب لي في الجين اكسبريشن يعني اكسبريشن بحسب الجين تباية مثلا ما حكي عن بروتوانكوجين يصير له اكسبريشن لما حكي عن تيومر سبريستر جين وبالتالي اكسبريشن انا هيك بكون خلاصة لأقول شرح المحاضرة الثالثة اتمنى اكون بسطت عليكم ولو قليلا اي سؤال وي استفسار ما تترددون مفقين يا رب